المترجم الي الكونات في الصحيصف السابع الكمبيوتر ساينز استسمع كلمة دي كتير جدا فيل Hospital مهي computer science winner دراسة الكمبيوتر بيكون من هاردوير و سوفتوير فاللي هيدرس العلم اللي هيهتم بدراسة الهاردوير او هيهتم بدراسة السوفتوير ازاي الكمبيوتر بتكلم مع بعضها ازاي السوفتوير بيتبني ازاي السوفتوير بيشتغل على ال Operating System الالغريثم بعض الالغريثم اللي انا نقدر نستخدمها عشان نحل الكمبيوتشنال هنعرف يعني الالغريثم بعد كده هي بكل بساطة الالغريثم هو مجموعة Steps of Instructions مجموعة قوامل مترتبة ترتيب معين بنرضيها الكمبيوتر عشان نحل بيها مشكلة معينة ده معنى كلمة الالغريثم فالعلم اللي بيدرس الحاجات دي كلها هو بنسميه Computer Science فالطلبة اللي بيدرسه Computer Science بيدرسه Hardware بيدرسه يعني ايه هي مكونات الكمبيوتر بيدرسه الشبكات الNetworks ازاي الكمبيوتر ستتكلم مع بعضها وجوه الكمبيوتر نفسه ازاي فيه الكمبيوتر بيكلم الكمبيوتر بيكلم الكمبيوتر بيكلم الكمبيوتر وبينقيله Data ما بينهم ازاي ازاي الـ Operating System مثلا ازاي بيبقى مسؤول عن انه هو يدير الهاردوير ازاي بيبقى مسؤول عن ادارة الميموي حاجات كتير جدا 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 بتدور كلها في نطاق دراسة الكمبيوتر سواء من الهاردوير او السوفتوير هبيت اوضح مفهوم الكمبيوتر ساينز لان دايما الناس بتربطه بشكل عام بالبرمجة فقط مش كعلم بشكل عام عام من موضوع البرمجة في حد ذاته الكونست اللي معنا بعد كده هو البروغرامنج يعني ايه بروغرامنج؟ بكل بساطة البروغرامنج هي الطريقة اللي بنبني بيها الكمبيوتر بروجرامس عشان نعمل الكمبيوتر بروجرامس نعلم بروجرامنج فالبروجرامنج هي عملية صناعة الكمبيوتر بروجرامس بكل وضوح وبكل سلاسة طيب برضو بنصيرها بشكل اخر هو developing computer software نفس المعنى بالظبط developing يعني تطوير computer software يعني برمجة الكمبيوتر نفس المعنى حتى اللي بيشتغل في مجال البرمجة بنقول عليه programmer اكتر بنسميه software developer او بنسميه software engineer تمام البروجرامر يعني بيعمل software developer يعني بيديفلوب software يعني ايه بيديفلوب يعني بيتطور يعني بيبني يعني بيبني او بيعدل او بيغير او بيزود او بيشيل ده معنى كلمة developer تمام software engineer معنى اكبر شوية هو يعني معنى اوسع شوية هنتعرض ليه حالا هنيجي في السلايد اللي بعدها هنشرحه هو بيش بس بيكتب code يكون عنده بعض المفاهيم الاخرى تمام ازاي بنبني computer programs بكل بساطة احنا بنكتب مجموعة instructions شوية اوامر شوية جمل كلمات بنكتبها بنكتبها باستخدام لغة برمجة معينة باستخدام 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 مغاية باستخدام كيف نجد بانيه مغاية نجد نجد ما نجد تقوم باستخدام نجد 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 باستخدام نجد لا ممكن يكون حاجة كده فعلا مثل بباله دهر بشكل ما أو حاجة هو مش عايف يعملها بشكل مناسب أو حاجة عايز يعملها بشكل efficient أو شكل يعني أسرع أو بجودة أعلى بدون أخطاء دي كلها بنسميها problems فاحنا بنعمل computer programs عشان نحل أو ندير المشاكل دي أمثلة معينا عشان الفكرة توضح هنا مثلا لو أنا عندي مدرس ما بيحسب دراجات الطلاب دايما وبيستخدمها بإيده مع الكالكوليتور ممكن أنها بيحسب دراجات الطلاب كل مرة بيحسب دراجات الطلاب يعني يحسب مثلا مجموعة دراجات ويحسب الجريد بتاعته وجايب جريد A ولا B ولا C مثلا بيعمل E دراجات الطلاب موجودة عنده في ملف بيجمعها باستخدام الكالكوليتور وبعد كي يحط النتيجة في الآخر اللي تلاعته في الكالكوليتور يحطها في الآخر وبعد كده بيوم جاي حاسب ياخد مثلا النتيجة دي اسمها على عدد معين عشان يطلع هو الجريد بتاعته إن كانت مثلا A ولا B ولا C تمام طيب احنا ممكن نحلله المشكلة زي دي ازاي طبعا واحد جدا ان هو يخطئ أثناء ما هو بيعمل بالكالكوليتور يدخل الوكم غلط أو بعد ما يدخل رقم غلط في الكالكوليتور يعني بعد ما يطلع على ناتج صحيح في الكالكوليتور ممكن ياخد الناتج ده أثناء ما هو بينقله الكمبيوتور ينقله بشكل غلط فدي عملاله مشكلة فيه بيعاني من شكل ما فاحنا ايه ممكن نحل المشكلة زي؟ ان احنا نعمله نعمله software SW ده بنختصه software كده بنعمله software أو program عشان يعني يدير له عملية الدرجات والجريدز الماركس والجريدز بتاعت الطلاب لما نعمله program إيه لا يحصل كل اللي عليه فقط ان هو يدخل الجريدز بتاعت الطلاب أو عذران يدخل الماركس بتاعتهم جاب مثلا في الماثماتيكس كذا في البروجيامين كذا في الإنجليش كذا وبس ويدغط مثلا processing أو يضغط أي زرار مثلا هيتطلع له كل النتائج مجموعها والجريدز وهتطلع له بشكل efficient جدا وبدون ما يعيد العملية الحسابية أكتر مما والمثال ده أو مثال شبيه بيه هنعمله مع بعض ان شاء الله في الكورس ده مثال تاني مثلا المحاسب مثلا بيعمل كل يوم calculations كتير يعني عشان ما يعملش calculations بشكل كتير كل يوم وبيخطئ فيها ممكن نعمله application بيقوم بالعملية دي عنه يعني مثلا المحاسب بشكل مثلا شهري لازم يجيب المؤتب بتاع الموظفين ويجيب معاهم أي عدد أيام غياب الموظف والأساسي الموظف كام ولو فيه خصم ولو فيه كذا ويقعد يحسب بإيده كل ده مع بعض ويحسب ويجمع ويطلع الناتج وكذا وفي العملية طبعا manual billiard بتكسب أخطاء كتير فنحن ممكن نعمله application أو software أو program عشان يدير الموضوع ده بدون أخطاء في مثال آخر برضو لو أنا عندي store مثلا سوبر ماركت أو حاجة أو بقالة أو شيء وأنا كل شغلي ورقي شغلت بورق وملفات والعملية مهيقة جدا بالنسبالي والورق بقى حجمه كبير جدا وبقت الإدارته صعبة فعايز أتخلص من الموضوع ده كله فنعمله software store management system software نسميه كده مثلا عشان يدير كل الخصائص بتاعة ال store فده السبب اللي إحنا عشانه بنعمل computer programs أو بنعمل software عشان نتغادع عن أو نستخدع عن repetition أو repeating the work repetition بتاع الشغل مايبقاش كل شوية الشغل مقرر 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 لا أناعمل برنامج مرة واحدة ودخل ال data للبرنامج ده وهو يطلع لي results وطبعا جديد بالذكر أن أنواعي البرامج اللي بتعمل بشكل كبير جدا 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 بعضها برامج إدارة مخازم بعضها برامج إدارة مدارس بعضها إدارة عيادات يعني نوع كتير جدا جدا من السوفتوير أقول منها على الموبايل زي الواتساب أو الفيسبوك مسينجر أو الفيسبوك أبليكيشن أو أوبر أو 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 أمثلة كتير جدا 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 على السوفتوير أتمنى تكون الصورة كده وطحت الموضوع بتاع بناء السوفتوير مش بيكتصر فقط على كتابة الانستركشنز زي ما احنا قلنا في السلايد اللي فاتت هنا إن إحنا قلنا هنا في الهنا إن إحنا بنعمل برنامج إزاي عن طريق إن إحنا بنكتب انستركشنز صح؟ لغة برامجة مع عنا بنكتب بها الكود وكده ولكن في الحقيقة هو الموضوع مش مكتصر فقط على كتابة الكود الموضوع أكبر من كده وهنعرف مع بعض دلوقتي فيما كنا بنقول هنا سوفي سوفتوير انجينير هنعرف مع بعض دلوقتي السوفتوير انجينيرينج المقصوب بها إيه لمتابعتنا وليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات